موسيقى 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 في فيديو اليوم في فيديو اليوم هنوح إلى كل محل يبيع سلايم في بديتي وحشتري كل أموعة سلايم اللي موجودة في السوق مش كده وبس لا 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 هنخلط كل سلايم مع بعض فخلونا نبدأ موسيقى 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 عندهم هنا انواع سلايم كثير بس أنا هاخذ واحد من كل نوع موسيقى موسيقى حنتين من هذا؟ موسيقى حسنانا نأخذ واحد بس موسيقى موسيقى صح؟ أوكي ما اعتبر صحيح أوكي هذا كل اللي عندهم خلونا نلوح المحل الثاني أخذ مني يومين عشان نروح إلى كل المحلات اللي تبيع سلايم ولكن كان في بحلات كثيرة بتبيها نفس نوعية سلايم موسيقى أهلا بكم مرة أخرى في حلقة تدريب تخليط ولخبطة عندي هنا كل السلايم اللي موجود في مدينتي اشتريتهم كلهم مفيش أي حاجة متكررة في محلات روحتها وكان في سلايم متكرر لكن جبت واحد من كلنا فاشتريت نوعية سلايم واحدة بس بكل الألوان مش هابق كم عندي فخلونا نعد 1 245 6 7 8 10 8 8 должен 9 7 67 68 90 كم؟ 50؟ أنا فين وقفت? 67 70 نعم يا إختي آاااااااه فعندنا هناujن 498 نوع من السلايم وهذه هي كل الأنواع اللي لقيتهم في السوق اللي حنعمل اليوم هو أنه حنخلط كل السلايم مع بعض عندنا أنواع غريبة من السلايم أنا شخصياً ما شفتها من قبل عندنا سلايم للمقالب بريحة التقيق سلايم بريحة الـ Cheesecake وغزل البنان سلايم يتغير لانه وأشياء ثانية لأنه عادة الكمية الكبيرة هذه من السلايم حابة أجرب بعض خدع السلايم اللي لقيتها على تيك تاك أوكي فعلى لمضان حب قطاع حديد مع السلايم وبعدين استخدم المغناطيس مغناطيس؟ مغناطيس؟ المهم فيستخدمها عشان يحاول يحرك السلايم خلونا نجربها اخترت السلايم باللون الأخضر مش عافة لو هذا هو السلايم اللي هم استخدموه ولا لا بس هستخدم هذا النوعية من السلايم فحنحط عليه قطع حديد صغيرة هذا هو الحديد اللي عندي إن شاء الله يفع التجربة هذه لأنه ما عندي كثير من قطع الحديد أوكي فحنعمل كرة بعدين حنحط القطع الحديد أوه أحس كثير مش عافة لو القطع هذه مضرة للبشرة ولا لا خلونا نشوف لو هتنفع الخدعة ولا لا وات؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صراحة ما كنتش بتوقع انه يفعل انه حسيت ان انا زودت سلايم لكن مفع فهنا عندهم بافت عملاق وحطوا عليه السلايم فعملوا سلايم على شكل بافت عملاق هحاول بقدما اقدر انه احط نفس الالوان بس المشكلة ما عنديش كل الالوان يعني عندي كمية كبيرة من الوردي بس ما عنديش كمية كبيرة من الاحمر اه ما عنديش اللون هذا هذا على مضم ازرق غامق صح اه فاول لون حنبدأ فيه هو الاحمر وعندي هنا السلايم الاحمر طبعا حيكون شكله غريب لانه بستخدم سلايم من شركات مختلفة بس بالنهاية حيكون بافت عملاق مصنوع من السلايم مصنوع من كل السلايم في مدينتي حطيت سلايم احمر بعدين برتقالي اصفر مش عكب عليكم شكله غريب شوية لاندي بستخدم سلايم مختلف ومعنديش كمية كبيرة من نوع واحد فبحاول انه اجمع كل الالوان مع بعض ازرق فاتح اخضر ازرق رامق او بنفس جيل رامق وبنفس جيل كده خلصنا حقليه في الثلاجة لمدة 24 ساعة وبعدين نشوف النتيجة 24 ساعة بعدين اوكي خليت سلايم يجمد لمدة 24 ساعة وان شاء الله ينفع لو ما نفعش هيكون ان انا ضيعت يوم كامل من حياتي بدون اي فايدة اوكي في امل في امل ايوه لا لا ايش ذا ايش بيحصل لا لا اللي حاصل هو انه هنا اتجمد لدرجة انه مش قادرة اشيل السلايم من الباويت هنا متجمدش لدرجة انه مش قادرة اشيل السلايم من الباويت خلاصه الموضوع مش قادرة اشيل السلايم من الباويت واحد ازا بكل صراحة أنا الشاكة في الناس اللي عملوها أحس أنه يمكن 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 حطوا حاجة مع السلايم أضافوا شيء أو يمكن حطوا حاجة على البوفيت قبل ما يحطوا السلايم فعشان كده اتجمد لدرجة أنه قدروا يشيلوا السلايم من البوفيت فالفكرة كلها على بعضها فاشلة أوكي خلونا الآن نخلط كل السلايم مع بعض لأنه ما عندي ألوان غامقة كثير أتوقع أن النتيجة في النهاية حيطلح شكلاة حل كل السلايم ميلاقيتها في السوق سلايم بالألوان فاتحة فحيطلح شكلاة حل واو 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 شايفين اللون؟ احنا ألوان هي كله مع ضرورة التي جاءت مرةён去 هنا كل السلايم اللي لقيته في الشتور بكل الألوان بكل الأشكال وفي تحت التعليقات ليسلوا أنتين أن النون سيخرص ludge أنا أتوقع سيكون كما أنت لديكم اممممم لأننا هناك درجات كبيرة من ردة لأتواء أنت조 13 من نفس الجي لكن أكثرılı باجاه لبعض وأكتبوا تحت التعليقات وسأجدون حاولت ان اخلط سلايم بيدي بس كان يعني شبح مستحيل هياخذي سنة عشان اخلط سلايم كله مع بعض بيدي فقررت ان استخدم آلة الخلط اوكي خلونا نشوف النتيجة هذه هي نتيجة كل سلايم اللي لقيتم في مدينتي انا قد متوقع ان اللون هيطلع بنفسجي لانه كان عندنا كمية كبيرة من سلايم الوردي بس طرع اللون كده بني فاتح على بيج وبكل صراحة ما قد متوقع النتيجة هذه عجبتني النتيجة كثير لانه حبيت اللون وفيه الكور كده ملونة على غليتر حسنه يعني هذا هو احلى سلايم كشاكلي يعني احلى سلايم انا شفته لانه عجبني الالوان رغم انه صح طلع لونه بيج بس الاكساسوريز والاشياء اللي حطيناها واللي جت مع السلايم خلى السلايم شكله حل ففي فيديو اليوم حققت حلمي وشفت كيف شكل كل السلايم اللي موجود في السوق مع بعض خلونا نشوف كم وزن السلايم اللي عندنا عندنا 13 كيلو جرام من السلايم جا لبتلك لأي حد يتساءل ايى Dimash och Masha لالتحاولitetBus كنت بحاول عمل كده ههه ماذا راضي اوه 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 هايشروتي.. اللistant اوح waterproofing لو اي حد يعرف كيف ممكن اخرج سلايم من البلابس بليز نسحوني شقدان وضع الفواكه اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش بريألكم نسمي السلايم اللي اختررناه اليوم وبكل صراحة أنا عاجبني النتيجة لدرجة أنه بفكر أبيح السلايم فلو حابين تشوفوا الفيديو أنه أبيح فيه السلايم اللي عملناه مع بعض اليوم اكتبوا لي تحت التعليقات ولو عندكم أي اقتراحات ثانية كمان اكتبوا لي تحت التعليقات أنا دايما أقرأ تعليقاتكم أوكي قايز كذا وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى يكون أعجبكم الفيديو ولو عجبكم الفيديو فليس لا تسسوا الاشتراك بالقناة شكرا كثير على المتابعة وفيسا شكرا